عدم وجود انتخابات مبكرة راح يؤدي الى مثلا حرب اهلية صدام داخلي اذا ما تجرب هذا الموعد اللي حددته نعم كل شيء متوقع الازمات من تتفاقم وما الهمة خارج حقيقية فعلية يعني اليوم انت من تشعر مثل عشر قوى سياسية من تشعر بالاضطهاد يعني شو تقوم تسوي مثلا تقوم تحرض تقوم تشتغل معارضة يعني معارضة سلبية وبالنتيجة العراق الواقع العراقي ازماتها الداخلية كثيرة يعني انت اليوم مثلا بالكوت يعني احنا نلاحظ مثلا بالكوت في بغداد يعني الشرطة تتعامل بشكل قاسي جدا مع المتظاهرين مثلا مع الخريجين الاداريين او الطلاب او خريجي الجامعات تتتعامل بقسوة فهي ازمة يمكن اني كحزب معارض ما ممثل بالسلطة ممكن استغلها واضل مثلا اليومية بالاعلامة اتحدث بشكل سلبية وحرض المتظاهرين وغيرها فالمشاكل الداخلية التي تواجه الحكومة العراقية وتواجه النظام السياسي كثيرة يمكن لاحزاب المعارضة استغلال هذه المشاكل بطريقة ما لاثارتها ضد السلطة وضد النظام السياسي فالطريق الامثل للنظام السياسي حتى يخرج من هذه الازمة وما يفاقم مشاكله ان يذهب الى الانتخابات المبكرة حتى اولا يشعر الجمهور بالاطمئنان وايضا يوعد الجمهور بحلول يعني اليوم احنا مثلا من تجي الانتخابات نطرح مشاريع نطمئن به الشارع لدينا حلول 1-2-3 لهذه المشاكل كل حزب سياسي وبالتالي على الاقل يخلق نوع من الاستقرار لدى الشارع العراقي نتيجة البرامج التي ستطرحها القوى السياسية القادمة مجدد ان تتخرف البقاء من غريب خ man المشاكل أن شهر وجه مشاربة شهر وجه اشحر من ثم شهر مدة